اشتركوا في القناة اسموا وادي سهر وكانوا يعدون بعشرات الالاف وقسموا الى كتائم يقود كل منها ضابط منخلط الضباط في الروم والبربر وحشدوا جيشا من النساء لتشجيع رجال على منازلة المسلمين كان تصور سكان آدنة للمعركة تصورا بالغا كما كان تصورا كبيرا للمسلمين أيضا سكان آدنة كانوا يعلمون قطورة هذه المعركة إما أن يسأروا من المسلمين وإما أن تضيع المنطقة منهم إلى الأبد عقبة كان يعلم أن هذه المعركة ستحدد مستقبل الجهاد في المنطقة حمس عقبة جيشو للقاء العداء وأخبرهم أن انتصار المسلمين في المعارك كان بسبب الثقة والإيمان بالله سبحانه وتعالى وليس بسبب كسرة العدد وأن كل المعاركة التي انتصر فيها المسلمون كان عدتهم قليل بالنسبة للعداء عندما لمح الروم والبربر غبار المسلمين من بعيد يسد الأفق ورأوا بريق أسلحتهم يتوهج في الفضاء تذكروا ما جرى لمن سبقهم على أيدي المسلمين فاهتزت سقطهم في أنفسهم وتسلل فريق منهم ناحية النساء ومرهن بتحفيز الرجال على الدفاع عن الأرض والعرض والمال وإلا يكون لقمة صائغة للمسلمين والتحم الجيشان في قتال دام مرير أظهر عقبة خلاله من البسانة والجرأة ما خلع قلوب الأعداء من الرعب وأبدى المجاهدون المسلمون كل مهاراتهم الحربية وكل ما عرفوه من فنون القتال حتى فر الأعداء هاربين إلى مدينتهم طبعا ترتب على هذه المعركة معركة المصير أول حاجة أن غنم وجاء عقبة وجيش مغالم كثيرة أنهى مقاومة البيزنطيين تماما يطمئن قلبه إلى أن فتح البلاد الواقع في طريقه حتى تنجى أصبح أمرا ميصورا الأول في صفحة 35 بيقول تخير صواب لما يلي مما بين القوسين كانت الراحة لعقبة تقل بين البلاد ولا جمع الأموال ولا أداء الصلاة طبعا أداء الصلاة حجة المسلمون بعد معركة أدن الفتح تيهارت ولا القيروان ولا فزان ولا طنجة طبعا مدينة طنجة أصبح الطريق إلى طنجة بعد معركة أدن شاقا ميصورا ملتويا طبعا حنقول ميصورا يعني سهلا أمر عقبة جنده بعد معركة أدن بي القبض على زعامائها جمع الغنائم أغز قسط من الراحة استكمال الفتحات أغز قسط من الراحة قال الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة حشد أهل أدن جيشا من النساء لتشجع الرجال على القتال عبارة صحيحة كانت المعركة المصرية تحدد مستقبل الجهاد في المنطقة نعم عندما رأى أهل أدن غبار المسلمين وسيوفهم تذكرها زعامهم السابقة نعم طلب عقبة إلى جيش أن يأخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق إلى طنجه نعم من يكون قرروا الدفاع عن مدينتهم إلى آخر جندي سكان أدنى قرروا في معركة الزاب كل مهاراتهم الحربية وفنون القتال المجاهدون المسلمون أرض وجبال في الجزائر على حدود الصحراء الكبرى مدينة الزاب أكمل العبارات التالية أصبح جيش أقبة يهز البلاط البيزنطي في القص طنطينية طبعاً ده مقر البلاط البيزنطي بعد معركة الزاب أصبحت طريق ميسوراً إلى طنجه من نتائج التي أسفرت عن معركة المصير غانماً عقبة والمسلمون مغانم كثيرة أنهى على مقاومة البيزنطيين تماماً في هذه المنطقة أصبح الطريق ميسوراً حتى طنجه الخامس صفحة 36 بيقول رأى الروم البربر غبار المسلمين يسد الأفق ما أثر ذلك في نفسهم طبعاً هنا أثر ذلك في نفسهم أنه طبعاً تذكروا ما حدث ما جرى لمن سبقهم على أيدي المسلمين فهدزت ثقاتهم بأنفسهم وتسل المجموعة من الضباط لعادة ثقات الجنود لأنفسهم نوع ناحية النساء وأمرهن بتحفيز الرجال على الدفاع على الأرض والعرض والمال وألي يكونوا نقمة صائغة للمسلمين كان النساء العداء في المعركة التي وقت بين المسلمين وبينهم وضح طبعاً هنا هنا تسل صاحة النساء في رجالهم بأن تقدموا يا حماتنا يا رجالنا دافعوا عن أرضكم عن أرضكم عن أموالكم ولا تكونوا نقمة صائغة للمسلمين الخطة وضع سكان آدن لمواجهة الجيش الجيش عقبة ولماذا طبعاً أنهم قسموا الجيش إلى عدة كتائب يقود كل كتيبة ضابط من خير الضباط الروم وحشدوا جيشاً من النساء يحس الرجال على منازلة المسلمين ماذا فعل الضباط ليعود سقة الجنود في أنفسهم طبعاً تسلل فريق منهم ناحية النساء وأمرهن بتحفيز الرجال على الدفاع عن الأرض والعرض والمال وأن لا يكونوا نقمة صائغة للمسلمين طبعاً لم ينجحوا في ذلك لأن الفرسان الروم والبربر قد هربوا من المعركة واستطاع المسلمون أن يقضوا عليه لماذا سميت معركة آدنة معركة المصير طبعاً معركة آدنة سميت بمعركة المصير لأنها بالنسبة لسكان آدنة كان يعلمون كطورة هذه المعركة إما أن يثأروا من المسلمين وإما أن تضيع المنطقة من أيديهم بالنسبة لعقبة والمسلمين كان يعلم أن هذه المعركة ستحدث مستقبل الجهاد في هذه المنطقة على أي شيء يدل إصرار البربر والروم على قتال المسلمين طبعا يدل إصرار البربر والروم على قتال المسلمين أنهم إما أن يسأروا من المسلمين وإما أن تضيع هذه المنطقة منهم إلى الأبد لماذا كان تصور عقبة وسكان أدنى المعركة لنسا تقع بينهم بالغا نقول طبعا إجابة السؤال اذكر بعض النتاج المترتبة عن انتصار المسلمين في معركة أدنى غنم عقبة والمسلمون مغالم كثيرة أنهى مقاومة البيزنطيين تماما اطمئن قلبه إلى أن فتح البلاد الوقع في طريقة حتى تنجى أصبح أمرا ميسورا قراء كومي مما بين القوسين كان دور النساء في معركة الزاب طبيا دفاعيا تشجيعيا تنظيميا حنقول تشجيعيا ملك والدان كان رجل المطرفة يتمتع بكل لزات الحضارة الرومانية رقم اثنين ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة قرر أهل الزاب تسليم مدينتهم لعقبة دون مقاومة طبعا لبارة خطأ قرروا أنهم يقاوموا حتى آخر جندي أصبح عقبة ابن نافع وليا على مصر بعد وفاة عمر بن العاص طبعا لبارة خطأ كم عدد الجيش الذي أمد به الخليفة عقبة لفتح إفريقية عشرة آلاف فارس وطبعا وجد جيشا آخر جيشا آخر من البربر في انتظاره النتيجة المترتبة عن انتصار المسلمين في معركة أدنة غنم عقبة والمسلمون مغانم كثيرة أنهى مقاومة البيزنطيين تماما واطمأن قلبه إلى أن فتح البلاد الواقعة في طريقة حتى تنجى أصبح أمرا ميسورا أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو أعجاب وشارك الفيديو مع زملائك وانتظرنا في القادم